طالب المفوض السامي لشؤون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد بن رعد بتقديم القادة الإسرائيليين المسؤولين عن استخدام العنف في غزة إلى المحاكمة وأضاف خلال جلسة للمجلس حول القدس وغزة أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي سياسة القتل ضد المدنيين العزل تنتهك القانون الدولي وإسرائيل لا تلتزم بقواعد الاشتباك المعروفة دوليا لذا لا بد من منثول القادة الإسرائيليين المسؤولين عن استخدام العنف والقوة المفرطة ضد المدنيين أمام العدالة الحالة الإنسانية في الأراضي المحتلة تتدهور بشكل مروع وإسرائيل تحتاجز الأطفال في المعتقلات الفلسطينيون يحرمون من حقوقهم بشكل ممنهج ومليون وتسعمائة ألف شخص في غزة يعيشون في عشوائيات سامة منذ مولدهم وحتى الموت ونحن هنا نقول انتهاء الاحتلال الإسرائيلي هو الحل لا بد أن يعيش الفلسطينيون في أمان وأن يكونوا أصحاب سيادة